حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل بخير احيكم من قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل واليوم رح نعمل وصفة رائعة جدا جدا هذي الوصفة رهيبة للخوات اللي يدوروا على وصفات محطة جايد بمكون واحد حبايبي فقط هذا المكون لو خليتيه على بشرتك رح يسحق الدهون عفوا يسحق التجايد لو لمس البشرة تبعتك بيعالد جميع مشاكل التجايد بيغذي البشرة بيرطب البشرة بيتبعد جميع التجايد مع الاستعمال المداومة هي يعني شانو بقول نصف العلاج نصف العلاج المداومة على الماسك او على الزيوت يا رين حبايبي تتابعوني الفيديو اللي على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية اعملنا زيت البطاطا زيت البطاطا هذا اللي يفوتها عمرها خسارة ان شاء الله العمر كله يا رب حبايبي هذا زيت البطاطا رهيب جدا جدا حبايبي شنقول بالاستعمالات تبعتها يستعمل للشعر ويستعمل للبشرة ويستعمل للهالات السوداء ويستعمل كمان لتكثيف وتطويل الشعر لشد البشرة لشد التجايد علاج رهيب جدا لتبييض البشرة كمان وبنفس الوقت حبايبي رائع جدا جدا لتصفية البشرة ويجعل البشرة اصغر واجمل رابط هذا الفيديو رح تلقوه في صندوق الوصف كثيرا سألت ام يوسف وين صندوق الوصف صندوق الوصف تحت الفيديو مباشرة اكو ساهم هيك جاي اتحد هيك ها رسام يعني بيطيق على مستحد ادرسي عليها رح تنزلين على صندوق الوصف وهون انا حطة كل اشي خاص في لي وكل المواقع اللي انا شو نقول بتواصل معها اما حبايبي هسا الفيديو تبعتي فما رحب اطول عليكم فيديو رهيب جدا جدا هون حبايبي انا اخذت زي ما انتو شاكين بياض 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 بس انا عشان الفيديو انا بحب كثير احكي معاكم فعشان الفيديو سويته خليت هيك نصف حبة بياض البيض رح نخلطه كثير كوي ضروري جدا انك يشوفين بياض البيض انه يكون هيك الفقعات طلعت منها شو سبب انه حابة انه تصير فيه فقعات لان الفقعات حبايبي بتخليه بسهولة تحطيه ببشرتك بدون ما ينزل من البشرة وزي ما انتو شاكين شوفوا الفقعات هيك فقعات تطلع من عندها طيب شو هسه رح نخلي عليه حبايبي رح نخليله عسرك ليمون اللي حابه طبعا في كثير خوات بيقولولي ام يوسف احنا ما بنحب الليمون على بشرتنا اللي ما بتحب معاه انه الليمون اللي ما بيحطه يخسر لان الليمون فيتامين حبايبي سيرو فيتامين سيرو موجود بالليمون كثير وفائدة كثير حلوة للبشرة مو مشكلة حبايبي اللي ما حابه ممكن تضيفين ملعقة وسط من الليمون او بدون الليمون طيب شو رح نضيف كمان حبايبي رح نضيف اللبان الذكر مطحول لبان الذكر مقدار بلعقة صغيرة طبعا اللبان الذكر ما رح يكون اجباري ابدا اللي حابه تضيفه راح تضيفه اللي ما حابه حبايبي ما في مشكلة مو ضرورة تضيفه رح نخلط بياض البيغ مع الليمون اذا حطيتي مع اللبان الذكر كل هذا الحنخفق كثير كويس زي ما انتو شاهدين ضروري جدا الخفق هو شون يقول اللي يحلي المواد تتماسك مع بعض وتتجانس مع بعض هسا حبايبي هون كنت انا شو مسويه هذا عصير البطاطا من سويت هاي البطاطا هذا الزيت البطاطا عصرته وقدت لكم ضبوا العصير تبعت البطاطا طبعا هون عدنا النشة تبعت البطاطا تقريبا محتاجين ملعقتين كبار من عصير البطاطا رح نخلي كل هاي المواد معا حبايبي رح نخلط العصير البطاطا مع بياض البيغ حبايبي كل هذا زي ما انتو شايفين اخلطت كثير كويس و هسا شو رح نخلي؟ رح نخلي علي شغلة كتير حلوة رح نخلي فيتامين اي كابسولتين او ثلاث يعني كل واحدة حسب ما هي حابة اذا حبيت كابسولتين او ثلاث كابسولات انا رح اضيف حبتها كثير رح اضيف تلات كابسولات تلات كابسولات من فيتامين اي فيتامين اي رائع جدا حبايبي للبشرة بيغذي بيرطب كثير حلو للبشرة بيزير جميع التجاعيد فيتامين اي واللي عدها كثير تجاعيد قوية ممكن تستبدلي بالاميغا ثري كمان كثير حلوة الاميغا ثري صح في رائحة بس بنفس الوقت حبايبي كثير حلو للبشرة ما عندك فيتامين اي ممكن تستعملين حبيبتي اي زيت زيت مثلا خلينا نقول زيت اللوز زيت اللوز كثير حلو اي زيت قتة كثير تحبيه البشرتك ممكن تستيملي بهادي الوصفة ما Appeo اي مشكله ممكن تستعمليه بهاي الوصفة هون حبايبي كمان رح اضيف قليل يعني ملعقة صغيرة من زيت الارقان ملعقة صغيرة من زيت الارقان ممكن تحطيه ملعقة وسطة من زيت الارقان ما في اي مشكلة ورح تخلطي كمان كثير كويس هون هذا حبايبي كيف رح نستعمله رح ناخذ حبايبي ونحطها على البشرة هيك ونبلش ندلك هيك بالبشرة ندلك في البشرة كلها بهيك كلها بالكامل حبايبي نسيبه بس شفتي البشرة تواعتك هيك الشربتة ورجعي حطي الطبقة الثانية ازين بشرتك الشربتة حطي الطبقة الثالثة يعني حطي اكثر من طبقة على وجه خلي نقول اول طبقة ثاني طبقة ثالث طبقة خلي على بشرتك بعدها حبايبي ازين ازا كان البيض حطتها مو كثير مثلي نصف حبة بيضة بياض البيض رح ممكن حتى والزيت عندك حطيتي كمية الزيت مثلا انا حطيت ثلاث كبسولات فيتامين اي حطيت ملعقة صغيرة انا بنقول الصغيرة يعني قصدي هذي حبايبي الوسط مو هذي الصغيرة هذي زين من زيت الارغان ممكن تخليه حتى وتنامين فيه ما فيه اي مشكلة ممكن تضيفي لها اذا حبيتي زيت حبايبي ممكن تضيفي لها حبايبي كمان الالوفيرا الالوفيرا كثير حلوة كمان ممكن تضيفي لها الوفيرا هيك ملعقة وصلت من الالوفيرا و هنهون كمان ترجعين تخفقي كثير كويس يعني الالوفيرا اذا حبيتي كمان تقدرين تضيفيها هاي الوصفة حبايبي تتخلى تحت العين تتخلى على البشر بالكامل هاي الطريقة حبايبي ستكون يتنباع بأخلى الاسعار و بنفس الوقت حبايبي صعب انه احنا شون نقوم نشتري كل الماركات و كل الشغلات اللي موجودة بالسوق و هيك حبايبي صار عندك ممكن تستعمليه مرة الصبح مرة بالليل ممكن تخليه على بشرتك نصف ساعة و تغسليه و ممكن السي بي كمان مو بس نصف ساعة السي بي حبيبتي للصبح و تنامين طريقته كل السهلة و بسيطة و خليه هيك بعلبة طيب و كل وقت اخذي من عنده و حطيه ضروري جدا هذي تنحفض بالثلاجة مدة اسبوعين غير الاسبوعين تتخلصين من عنده نهائيا يتخلى تحت العين و على الرقبة و على الوجه بالكامل هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي اتمنى انه ينال ارضى الجميع و اتمنى معكم حبايبي انكم بتعملونا لايك و شير و اشتراك و دائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد و مع السلامة